اشتركوا في القناة اعادة المنتهية عقودهم وتسوية وضعيتهم مثل ما حدث مع العقود السارية الإدماج كباقي الفئات الأخرى إلغاء شرط السن المحدد ب35 سنة وهذا بعد استنفاذ كل السبل القانونية والسلمية طوال ثلاث سنوات حسب ما جاء في رسالة سابقة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأهم ما جاء في هذه الرسالة أن فئات العمال المنتهية عقودهم ضحية سياسة تشغيل غير مدروسة لسنوات عديدهم بأمس الحاجة لمناصب عمل قارة ودائما تحفظوا وتصونوا كرامتهم كونهم أرباب أسر هذا ما دفعهم لأن يستنجدوا برئيس الجمهورية وينشدوه لتدخل لتسوية وضعيتهم أملا في أن تمسهم جملة الإصلاحات التي بشرها من أجل إحقاق الحق وصون كرامة كل فرد جزائري ترجمة نانسي قنقر